موسيقى يا أهلا وسهلا ومرحبا بأحلى مشاهدينا في هذه الحلقة سنتعرف على تطبيق MX Plyer سأشرح لكم كيف تقومون بالتعامل مع هذا التطبيق وسأشرح لكم كيف تقومون باستخدام هذا التطبيق فالجمل في الأمر هو أن هذا التطبيق متخصص في تشغيل الفيديوهات بطريقة حسرافية أي أنه يمكنك التحكم في الفيديو وكذلك يمكنك أن تشتغل في الفيسبوك أو أن تقوم باشتغاله في الواتساب وفي نفس الوقت تشاهد الفيديوهات أو تستمع إلى الأغاني بكل سهولة سأكون سعيدا كثيرا إذا انضمت إلى عائلتنا بالضغط على اشتراك وتفعيل الزرص ولا تنسى لايك لايك لتحفيزنا على الاستمرار وإكمال المسيرة بدون إطالة نبدأ على بركة الله سنتوجه الآن إلى متجر جوجل بلاي وسنقوم بالضغط على تتبيت إذا هنا في هذه الحالة سوف نقوم بالانتظار رأيتما يتم متحميل أو تتبيت تطبيق MX Plyer إذن يا أصدقائي تم تتبيت التطبيق بالنجاح سنقوم بالضغط على فتح والآن سوف نقوم بالانتظار رأيتما يتم تحميل أطين كما ترون قام بإعطائنا الوجه الرئيسي للتطبيق سنقوم بالضغط على السماح وكما ترون هنا سنقوم بالضغط على موافق جيد الآن كما ترون هنا هذه الأشياء التي لدينا هنا بالأرقام هي الأشياء التي تتكون معا للفيديوات لدينا الفيديوات على هذا الشكل وهنا لدينا مجموعة من الفيديوات هنا كذلك لدينا مجموعة من الفيديوات نقوم ب تشغيل الفيديو. وصح لكم كيف تقومون بالتحكم في الفيديو. اذا هنا سنقوم بتشغيل هذا الفيديو. اذا كما ترون هنا هذا هو الفيديو على هذا الشكل. طبعا هنا يمكنكم التحكم في الصوص والاضاءة على حسب انتم الذي تريدونه. وهنا لدينا كذلك اذا اردتم ان تقوموا بمشاهدة الفيديو في نفس الوقت. يعني تقومون بتصفح الفيسبوك او تصفح الواتساب. فهنا لدينا هذه العلامة تقومون بالضغط عليها على هذا الشكل. وتقومون بالضغط على السمح. وبالتالي هنا ستقومون بتفعيل هذا الخيار. وتقومون بالرجوع والرجوع. وبالتالي سوف يتم تفعيل هذا الخيار بكل سهولة. كذلك يمكنكم التحكم في الفيديو. الان يمكنكم اه مشاهدة او تصفح الفيسبوك على هذا الشكل. طبعا وفي نفس الوقت انتم في نفس الوقت انتم تشاهدون يعني تشاهدون الفيديو. ندعونا نقوم بالرجوع. الان هنا كما ترون سنقوموا الان بالرجوع. ويمكنكم كذلك ان تقوموا بتغيير مصر الصوت. فاذا اردتم ان تقومون في وضعه في وضع ستيريو او مجامنة على حسب مصر الصوت. اوكي. وهنا كذلك يمكنكم قفل. قفل السكريل. ويمكنكم هنا لا تستطيع ان تقوموا باي خيار الا ان تقوموا باعادة فتح القفل لكي تقوموا بالتحكم في الشاشة. فهذا الخيار جميل في حالة ما اردتم ان تقوموا بمشاهدة فيل بدون التأثير على طبعا الشاشة. الان هنا سنقوموا بالخروج. وهنا كما ترون ندينا كذلك مجموعة من الخصائص الجميلة. فكما التصفير او الترميز. هنا دقة عرض الفيديو. هنا المعلومات. اوكي. وهناك كثير كثير من الاعدادات الجميلة والمميزات الجميلة. كذلك يمكنكم التحكم في اا يعني في الزوم او ما يسمى بتكبير وتصغير الفيديو على حسب الخيار. اذا كما ترون هنا يمكنكم تحكم بكل سهولة. وسنقوم الان بالرجوع. وكما ترون هنا لدينا كذلك مجموعة من الخصائص. اذا اذا قمنا ب. اا طبعا لا اردتم ان تقوم هنا بتغيير لغة التطبيق. هنا يمكنكم تغيير لغة التطبيق الى اي لغة تريدون. هنا كذلك مظهر التطبيق في حالة ما اردتم ان تقوموا بجعله بهذا المظهر. نعم اوافق. اين هنا مجموعة كبيرة لا اردتم ان تقوموا بجعله كذلك بهذا المظهر. اوكي. وهنا لدينا كذلك موازنات. طبعا موازن الصوت. اذا اردتم ان تقوموا بجعله كما كلاسيكي. او رقص. او اا طبعا زيادة معدد الصوت اا او اا او تغيير حجم الصوت على حسب التم التي تريدونها. هنا 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 الفيديو هنا يمكنكم تكبير عرض الفيديو على حسب الشاشة. وهنا لدينا اذا اردتم ان تقوموا باضافة ترجمة على الانترنت. وكذلك مجموعة منا الاشياء الجميلة. جيد. كما ترون كان هذا هو تطبيقنا لهذا اليوم. اشكركم كثيرا على حسين تتبعكم. اتمنى ان الحلقة اعزبتكم. طبعا اذا كان لديكم تنسى اول في خصوص هذا التطبيق فرجاء ان اكتبوا لجساب ولاتكم اسفل هذا الفيديو وسأقوم بالاجابة عليه. طبعا اضرب لكم وعدا في الحلقات القادمة. دمتم في امن الله ورعايته. موسيقى 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 موسيقى